السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الحلوين طلاب الصف الأول اليوم رح ناخد درس جديد بمادة الرياضيات من كتاب الطالب ولكن يا أول قبل البدء بالدرس الجديد سيتم مراجعة الدرس الذي تم أخذه بالحصة السابقة أخذنا يا أول بالحصة السابقة عن درس قياس السعة خلينا نراجع مع بعض درس قياس السعة حكينا يا أول من قيس السعة باستخدام وحدات غير معيارية نقوم بقياس السعة بوحدات غير معيارية وعنا هون بالكتاب أمثلة على وحدات غير معيارية اللي هي عنا الكوب والوعاء أمثلة على وحدات غير معيارية الكوب الوعاء أو العلبة خلينا نيجي على الصورة الأولى أمامنا يا أول إبريق الإبريق سعته أربعة كؤوس اللي هي أربعة أكواب واحد اتنين تلاتة أربعة سعة الإبريق الأول أربعة أكواب سعة الإبريق الثاني وعاءين سعة الإبريق الثاني وعاءين سعة الإبريق الثالث كوبين ووعاء سعة الإبريق الثالث عندي كوبين وعندي وعاء إذن نستخدم قياس السعة باستخدام وحدات قياس غير معيارية الآن يا أول رح ناخد درس جديد اللي هو أيام الأسبوع السبعة قبل البدء بالدرس خلينا نسمع مع بعض يا أول أنشودة أيام الأسبوع السبعة ونرددها مع بعض خلينا نردد يا أول مع النشيد الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة سبت أحد والإثنين يقسم أسبوع نصفين ثم يكون الثلاثة يا صحبي في الأنبياء ثم يكون الثلاثة يا صحبي في الأنبياء ثم خميس ثم جمعة أيام الأسبوع سبعة أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة ثم يكون الثلاثة يا صحبي في الأنبياء ثم خميص ثم جمعة أيام الأسبوع سبعة إذن يا أول بعد ما سمعنا النشيد اعرفنا أنه عدد أيام الأسبوع سبعة عدد أيام الأسبوع سبعة عنا عدد أيام الأسبوع سبعة ونبدأها من يوم الجمعة أحسنتم نبدأها من يوم الجمعة وتنتهي بيوم الخميس عدد أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة وتنتهي بيوم الخميس خلينا نفتح كتابنا كتاب الطالب على صفحة 40 نطلعي أول هاي أيام الأسبوع 7 نبدأها من يوم الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس أيام الأسبوعي سبعة نبدأها من يوم الجمعة الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس خلينا نكتبهم مع بعض على ورقة جانبية نكتب يا أول مع بعض العنوان أيام أيام الأسبوع هكينا بنبدأ من يوم الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس إذن عدد أيام الأسبوع سبعة نبدأها من يوم الجمعة وننتهي بيوم الخميس خلينا نكتب الأرقام جنب كل يوم لحتى نتأكد أنه عددهم سبعة هاي الجمعة الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس نبدأها من يوم الجمعة وننتهي بيوم الخميس الثلاثاء والآن يا أول رح نلعب لعبة صغيرة رح أختار يوم من الأيام وأقوم بطرح سؤال بسيط سأختار يوم مثلا نختار مع بعض يوم الثلاثاء سأقوم بطرح سؤال ما هو اليوم الذي يأتي قبل يوم الثلاثاء اليوم اللي بيجي قبل يوم الثلاثاء يا أول أحسنتم يوم الاثنين وما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الثلاثاء رائعين الأربعاء إذن اليوم الذي يأتي قبل يوم الثلاثاء لهو عندنا يوم الاثنين واليوم الذي يأتي بعد يوم الثلاثاء الأربعاء سأختار يوما آخر مثلا سأختار يوم السبت سأقوم بطريح سؤال ما هو اليوم الذي يأتي قبل يوم السبت؟ ممتازين يا أول يوم الجمعة اليوم الذي يأتي قبل يوم السبت يوم الجمعة وما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم السبت؟ أحسنتم يوم الأحد إذن اليوم الذي يأتي قبل يوم السبت الجمعة واليوم الذي يأتي بعد يوم السبت الأحد رائعين يا أول والآن يا أول سنقوم بلعبة أخرى أمامي عدد من الأيام خلينا نقرأ مع بعض الأيام التي أمامي الأحد الأربعاء الخميس أحسنتم والآن يا أول سنقوم بتحديد يوم أمس ويوم غدا يوم أمس ويوم غدا حكينا يا أول يوم أمس يعني قبل أحسنتم يوم أمس يعني قبل ويوم غدا يعني بعد يوم غدا تعني بعد يوم أمس قبل ويوم غدا بعد نجي هون عنا يا أول عنا اليوم الأحد ما هو اليوم الذي يأتي قبل يوم الأحد اللي هو يوم أمس ما هو اليوم الذي يأتي قبل يوم الأحد رائعين رائعين إنه يوم السبت وما هو يوم غدا اللي هو بعد ما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الأحد ممتازين يا أول يوم الاثنين اليوم الذي يأتي بعد يوم الأحد الاثنين إذن اليوم الذي يأتي قبل يوم الأحد اللي هو عنا يوم السبت واليوم الذي يأتي بعد يوم الأحد اللي هو يوم الاثنين ناخد يوم آخر عنا يوم الأربعاء سأقوم بطريح سؤال ما هو اليوم الذي يأتي قبل يوم الأربعاء اللي هو يوم أمس ما هو اليوم الذي يأتي يوم أمس من يوم الأربعاء اللي هو عنا يوم الثلاثاء أحسنتم يا أول إذن اليوم الذي يأتي قبل يوم الأربعاء الثلاثاء وما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الأربعاء ما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الأربعاء رائعين يا أول إنه يوم الخميس اليوم الذي يأتي بعد يوم الأربعاء الخميس نأخذ يوما آخر إن اليوم الخميس ما هو يوم أمس رح يكون يعني عليكم ممتازين اليوم اللي راح يكون قبل الخميس يوم الأربعاء اليوم الذي يأتي قبل يوم الخميس الأربعاء وما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الخميس؟ ما هو اليوم الذي يأتي بعد يوم الخميس؟ رائعين يوم الجمعة اليوم الذي يأتي بعد يوم الخميس يوم الجمعة أحسنتم يا أول والآن يا أول واجب على كل طالب وطالبة من الصف الأول كتابة أيام الأسبوع السبعة على دفتر الرياضيات وإرسال فيديو وأثناء نشيد أيام الأسبوع السبعة بصوتكم الجميل